اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول واحد ساعات بيبقى مش عايز يعمل الحاجة وبيعملها بصراحة بقى وبعد ما بيعملها بيستغفر بس مش المعصر اللي هي الكبيرة يعني هل ده بيقسم الواحد عليه قوي ولا ايه بالزبط وانا دلوقتي انا طالب تلت الصنوي هل مثلا لو عندي زميلتي مثلا قلتها عبرتلها بيحسن انها مثلا معاجب بيها وكده ده حرام ولا عادي ولا ايه انا بسأل الشيخ فاضلت الشيخ الدكتور احمد كريمة وبقول له ايه الفرق بين الزكاة والصدقة وامتى تطلع الزكاة وامتى اتصدق على اللي يعني يستاهل الصدقات اكتر هل تربية الكلب في البيت فعلا متوته دمرايكا وكده ولا لا كل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منورنا مولانا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم بقى الأسئلة النهاردة كتيرة بس فيها أسئلة حيلة هنوجز إن شاء الله أنا رايح العمرة وهأحرم من المطار هل يجوز بعد ثلاث أيام أن أحرم مرة أخرى وأكرر العمرة بسم الله الرحمن الرحيم لم يرد أن ثلاث أيام ولا أكثر ولا أقل السيدة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة اعتمرت عمرتين في وقت واحد يعني انتهت من عمرة ثم زابت إلى مسجد التنعيم اللي هو في الحل وعملت عمرة في نفس اليوم ولا مانع ملاش علاقة باليوم أو المين أو واشنة أو اتنين أو تلاتة ده كلام ليس من الفقهاء نعم طيب حد سأل سؤال ليه ما فيش أو بقى بنوتة يعني ليه ما فيش نبيات أمبياء من السيدات لقول الله عز وجلهم وأرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فده تشرع إلهي لا نعلق إلا أننا سمعنا وأطعنا ولله حكمة بس وخلاص نعم طيب هل التدخين حرام ولا حلال التدخين ممنوع لكن ليأخذ حكم الخمر لأن الخمر مسكر أما التدخين مفتر وبيجمعهم حديث واحد نهى رسول الله سلم عن كل مسكر ومفتر لكن الأمان العلمية تقتضي مع طبعا تحذيرنا من التدخين بكافة سوره وأشكاله وأنواعه لكن هو طبعا بيدر البدن وبيضر الصحة وبيضر المال وبيضر البيئة لكن يعني أرى أنه مكروه طيب لو أمي طلبت مني أشياء أنا غير مقتنعة بها هل حرام رفض أوامرها في المطلق؟ لا هو طبعا لو يكلف الله نفسا إلا وسعها ولو يكلف الله نفسا إلا ما أتاها الإنسان في بره للوالدين بيفعل المقدور والمتاح له قد يكون الإنسان زي ما سعلت الزواج والطلق لا دخل لبر الوالدين بذلك والذي أفتى بذلك الإمام أحمد بن حمل لما رجل قال يا إمام أن أمي تأمرني أن أطلق زوجتي فقال له يعني متندرا إذا أطعت أمك في كل شيء ولم يبق إلا أن تطلق زوجتك من أجلها فافعل طبعا السحال الواحد هيحصي جميع الحراجات والسكنات فأنا أقول لسائل أو لسائل الكريمة اتقوا الله ما استطعتم طيب أنا المفروض أطلع فاصل بس أنا عايز أطلع قبل الفاصل كده أسأل سؤال أكتر من مرة ألاقي مولانا بيستشهد بفضيلة الإمام أحمد بن حمل نعم وألاحظ أن ما تستشهد بها مولانا كلها أمور فيها من السهولة واليسر إذن بناء على إيه اعتدنا فيما اعتدناه إن إحنا نقول على المواقف الفيها تشدد يقول لك ده حنبلي أصحاب الخطيب الإمام الخطيب في التاريخ قال أن أتباع الإمام أحمد بن حمل هم السبب كانوا يمشون في أسواق بغداد اللي مكان الإمام أو مذهبه وكانوا يرجفون العوام يرجفون آه فإذا وجدوا رجلا معه زجاجة حطموها على الأرض مخافة أن تكون فيها خمور وإذا وجدوا رجلا يمشي بجوار امرأة في الطريق أوسعهما ضربا آه يعني توجسا أن يكون أجنبيين فأرجف العوام فأخالوا حنابلة 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 فنسبوا إلى المذهب ما ليس في المذهب والتاريخ بيعيد نفسه والسلفية بيعملوا نفس الشيء شغبوا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل عليه رضوان الله لكن هو مذهب حتى في فقه الأسرة بالذات يعني العلمك باب الشروط في عقد الزواج الإمام أحمد بن حنبل حل مشاكل كثير يعني قال وللمرأة أن تشترط في عقد الزواج ألا يتزوج عليها وللمرأة أن تشترط في عقد الزواج ألا يخرجها من بلدها وللمرأة اللي هي بنسميها الآن الشروط الجائزة في عقد النكاح اللي قال بذلك الحنابلة وده بيحل مشاكل أسرية كثيرة جدا لو أخذناها فأساءوا إلى الإمام بعض أتباعه وجعل في الكولور القديم يقول حنابلة عنوانا للتشدد والحقيقة المذهب ليس فيه تشدد نفسي في رمضان اللي جاي واللي بعده واللي بعد بعده كده خمس رمضانات أشوف كل رمضان منهم مسلسل كبير عارف أن في مسلسلات كانت تتعاملت في مطلع التسعينيات ما أنا كنت من الجيل ده يعني أنا عايز أشوف تناول جديد برؤية جديدة للأئمة الخمسة هتقولولي أربعة هقولكوا طب اسألوا الدكتور وسوف يوضيفوا عليهم الإمام اللي تم نسعد صح؟ نعم يا سيدي فيه على فكرة أصحاب مذاهب اندسرت للأسف كما تفضلت الفقه المصري أول من سن موائد الرحمن الله هو من قلقشن ده بالخليوبية سيدي العالم الشريعة والحقيقة ليث بن سعد وفيه الإمام الأوزع وأنا شرفته بزيارته ببيروت في لبنان أي فيه أئمة بس للأسف لم يكتب لمذاهبهم الزيوع والانتشار بزيارة أحسن هم هؤلاء وبعضهم يعني أحجم عن أمور معينة يعني مثل المذهب الحنفي انتشاراً كثيراً لأنه هم تقربوا إلى الحكام فتبوأوا القضاء فصار الناس يرغبون في المذهب الحنفي حتى في صعيد مصر مع أنه مفروض أنه الصعيد ملكي بالضبط لكن فيه مناطق فيه حنفية وهكذا لكن أنت كما تفضلت وفيه مرضه المذهب ابن حزم الظاهري ومذهب الخامس السنة يعني السنة ترتيبه الحنفي الملكي الشافعي الحنبالي الظاهري وزي ما قلت لك فقيه الشام سيدي الإمام الأوزاعي وصلت في مسجده الجمعة ببيروت والإمام طبعاً سيدي وزورته طبعاً بجوار سيدي الإمام الشافعي أنا من أحب آل البيت كلنا آه بالضبط كل المصريين ما عدم نشز من السلفية نحن بلد الأولياء والأنبياء نحن نحب آل البيت بس الحب المنضبط يعني ليس كغلو الشيعة وليس كنطاعة السلفية أنا بقولك بأمانة يعني الحب الحقيقي هنا ينبع من التربة المصرية صحيح طبعاً أنا هروح للفاصل مبنى دايماً يتحفني بمجموعة من المصطلحات هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية في لقاءنا زي ما أقول لكم كده محبب للنفس والعقل والروح معاً مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وسنة الفقه المقارن بجامعة الأزهر استنونا بعد إذن حضراتكم طب والله العظيم مولانا نموذج حقيقي لجمال المشايخ حقيقي يعني لأنه مولانا رجل جميل وخفيف الظل ولطيف وحكيم وعالم يعني في الحاجات اللي إحنا كلنا محتاجينها قادي كل القصة يعني يعني ممكن تلاقي حد عنده العلم بس ما يهزرش معاكم بتاقي كده لكن مولانا جميل جميل عشان كده كلنا نحبك مولانا والله بجد يعني تكرمكم الله أحبكم الله حتى لو شفتوا أول ما يجي مولانا تلاقي كله بيجري عليها على طول طيب خليني بقى هنا هسأل في مسألة بغضو لطيفة جدا هل الحب حرام بين قصين الإعجاب العاطفي لا بسم الله الرحمن الرحيم أولا الحب الشريف مش حب النزوات أو الخداع طبعا بلا شك دي غريزة في الإنسان اللي هي غريزة الحب خدت بالجنابك يعني إذا كان يقصد الحب العاطفي مناش دعب بحب الأب والأم والوالدين والكلام ده يقصد يعني حب رجل لامرأة بغية الزواج بغية إذا بس ولذلك في في المأثور يعني قالوا إيه حتى من حب فعف فكتم فمات مات شهيدا بس شوف التركيب هنا يبقى هنا أحب بس حب حب شريف فعف ما حاولش يستخدم الحب فيه ما حرم الله عز وجل فكتم يعني لم يعمل تشهير ولا كلام ده يعني فلنحب كما أحب الرسول عليه الصلاة والسلام زوجاته وكما أحببت أو الزوجات أحبوا أيضا الرسول الرسول أحب السيدة خديجة أحب السيدة عائشة وقال ذلك في أكثر من موضع يعني بالتأكيد هو أحب كل الزوجات لكن هو سيدة خديجة رضي الله عنها في مواقف كتير طبيعا والمشاعر صراحة برضو السيدة عائشة عليها رضوان الله وهكذا جنبك إنما بقى الحب اللي هو غير عفيف ده محرم يعني مثلا لما ربنا في القرآن الكريم ضرب لنا مثلا على امرأة العزيز ورودته اللي هو في بيتها عن نفسه لا هنا ده حرم شرعا طبعا ختب الحضرة طبعا إصارة الغرائز فالمهم الحب إذا كان لغرض نبيل وهو الزوج لا بأس به حلو جدا طيب نعم هسأل إنكم السؤال الأخير أنا بس مستغرب يعني السؤال شوي لأن أنا أعتقد الفرق واضح ما الفرق بين الزكاة والصدقة ومتى نخرج الزكاة الصدقة عام مطلق يشمل الفرد والتطوع ولذلك الآية ستين في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الزكاة نعمل أنواح الصدقات نقدر نقول إن الصدقات عام مطلق عنوان رئيسي كيان الزكاة تحته طبعا الزكاة على أنواع فيه زكاة أموال وزكاة أبدان أبدان اللي هي صدقة الفطر زكاة الأموال باختصار ما يقوم بالذهب والفضة البنكنوت وإلى آخره والأسهم والسندات وعروض التجارة ما هو الكبير فيه عندنا زكاة الأنعام البقر والجموس والغنم والماعز فيه عندنا زكاة الحرث اللي هو الانتاج الزراعي خدت بالحضرتك فيه زكاة الركاز وإن كان ده معطل للأسف وأنشط الدول الإسلامية أن تفاعلوا لمصلحة الفقراء اللي يتمتلك ثروات البترول والمعادن مفروض أن كل شركة من الشركات في البترول والمعادن أنها تأتي في نهاية العام المالي وتخرج نسبة حتى تسلمها للدولة والدولة تحولها للمشروعات الخيرية أو للمؤسسات الخيرية لو أن البلاد الإسلامية أخرجت الركاز ما وجدت فقيرا في بلاد الإسلام ولذلك أختم بسيدنا عمر بن عبد العزيز بعدله عليه رضوان الله وجد من يأخذ الزكاة لم يجد من يريد الحج من يريد قضاء الدين من يريد الزواج لا فآخر ما عمله سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه قال اشتروا بهذه الأموال الحبوب وانثروها في الصحراء وعلى أسطح المنازل لتأكلها الطيور حتى لا يجوع طائر في بلاد الإسلام يا سلام على العظمة رضي الله عنه وأرضاه مولانا أسعدتنا وشرفتنا وعفتتنا كمجرة العادة كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعات الأزهر مولانا كما يحبه الناس كل المشايخ بتوعنا عايزينهم كده أو الله العظيم بارك الله فيك ربنا خليك ربنا مولانا خلطت الحلقة حد كده يا سادة يا كرام وبكرة لو كلنا العمر نقابلكو تاني إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة